جقارة اللف تذكرنا بالفولوكلور وايام الحصار جلس بجانبي بأحد مقاهي السليمانية الصغيرة رجل أخرج كيس التبغ ودبتل صغير للف السقائر ومشرب خشبي محلي الصنع صنع من هذه المكونات سقارة اللف استأذنت منه لتصويره وبكل ممنونية واق تعد سقائر اللف من الفولوكلور الشعبي وهي رخيصة الثمن يتم تجميعها وعملها بشكل يدوي ويعتمد نوع وطعم السقارة على نوع التتن فللتتن محلات وأنواع الخوشناو والسنقين والكسكين والحار والبارد والوساط ويتم جني أوراق التتن وتكون عريضة الشكل يتم تجفيفها ويباسها وسحقها لتكون أزاء صغيرة ليتم بيعها يسمى باع التتن التتنشي مهن كانت ثم بادت ترجمة نانسي قنقر